سعر الفائدة أنا أبتدي بالتعريف البصير هو النقط السلعة سعر فائدة يتحدد بعملية العرض والطلق الآن العملية تطورت على مدى السنين والآن بدت البنوك المركزية تلعب الدور الأساسي في عملية تحديد أسعار الفائدة البنوك المركزية بالنسبة لها على أساس تحدد أسعار الفائدة تنظر إلى أمور كثيرة من أهمها التضخم على أساس أن تحدد من التضخم أو إذا فيه كساد أو ركود على أساس ينتعش الاقتصاك يلعبون أو يتلعبون في أسعار الفائدة نزولا وصعوب الآن بالنسبة إلى أن أسعار الفائدة هي الآن موجودة بنفع ذلك موجودة وتحدد على بعض الأعوامل المهمة أهم شيء طبعا التضخم مثل ما قلت على أساس تحدد من عملية التضخم أو أن تنشط الاقتصاد بعملية نزول أسعار الفائدة النمو والناتج المحلي هذا يلعب دور كبير إذا هناك زيادة في الناتج المحلي معناه الدولة نامية معناه تحتاج إذا أسعار الفائدة تتفاعل وزيادة أو النمو في العملية في البحرين 60% من القروض الموجودة هي قروض شخصية وفي حدود 40% قروض مأسمية قروض استثمارية تجارية شركات هذه أنا بالنسبة لي الميزان مطلوب القروض الشخصية عبع على الأشخاص وعبع على الدولة ككل لأن لابد من أن يمولون أو هل شخص لي لازم تعطيه وظائف وتستمر في الوظيفة والوظيفة لازم تكون مجزية بحيث ينجب يعيش حياة كريمة وفي نفس الوقت يسدد فوائد القروض أو يسدد أصل القام أنا أتوقع في اقتصاديات شوية متقدمة أن العكس هو الصحيح القروض الاستثمارية قروض الشركات قروض المنتجة تكون أكبر من القروض الشخصية بحيث يكون القروض الشخصية أقل من القروض المنتجة الآن حالياً يعني الفوائد على القروض طبعاً تحكم في البنك المركزي البنك المركزي عندهم بيس ريت البيس ريت لأننا الآن مرتبطين بالدولار الدولار الفيد الشي يقولون بالزيادة في أسعار الفائدة احنا تقريباً ماشيين معهم زيادة و 25 بيسز بوينت احنا نزيد 50 رحنا 50 رحنا فوق الآن وصلنا إلى 5.25 هذا اللي هو السعر المعلن بالنسبة لدي في أسعار عدة تعتمد على هالسعر ذي طبعاً في شي سمونا بين البنوك يعني البنوك بينهم ينسلفون من بنك لبنك من بنك لبنك في القروض الشخصية والقروض الشخصية اللي الآن احنا بالنسبة لي أريد أن أتكلم فيه بعد شوية وبعدين أترك المجال للإقوان تكلمون فيه القروض الشخصية بالنسبة لنا في البحرين هي قروض أكثرها قروض استهناكية وليست قروض إنتاجية إدارة أسعار الفائرة تسمى بالسياسة النقدية أو منتري بوليسي احنا في البحرين ونقدر تكلم تقريباً كل الخليج ما عدا يمكن لكويت إنهم عملتهم مشكلة بسلة عملات ثانية كما يقولون ويدعون البحرين مرتبطة بالدولار فأسعار الفائدة إن كان في ارتفاع والهبوط مرتبطة بأسعار الفائدة في أمريكا بأسعار الدولار هذه في إيجابيات السلبيات إيجابياتها في دوق من الحماية لأنه إنت مرتبط بأسوع عملة في العالم السلبيات لا يعطي البنك المركزي أو الحكومة المرونة بالتعامل في الاقتصاد أنا أذكر في السابق في التسعيدات البحرين كانت في مرة في مرحلة تقدر تقول شوي صعبة سياسياً كان فيها اضطرابات وكان لتأثير السلبي على الاقتصاد في ذلك الفترة أمريكا كانت في انتعاش فقاموا يرفقون أسعار الفائدة نحن طبعاً في البحرين نحن فولوورز يعني سوينا نفس الشي أتذكر عملاء البنك بانك البحرين ويوني يقول أنت يعني ما كانت تعاملوا بطريقة حقلانية إيش لون ترفقون أسعار الفائدة والسوق يعتاجين تعاش أقول له وإحنا مربوطين في الدولار يقول لك ما أنا لا يعرف المعادلة فأخادي الشي اللي يخلق لك أشكالية أن أنت تتبع اقتصاديات دولة ثانية وما عندك البرونة بالتعامل بأسعار الفائدة أسعار الفائدة أخوة واحد من أهم الآليات البنك المركزي يتعامل فيها وهذه ما بعد خصوصاً الحرب العالمية الثانية وما يسمى بريتن وود أتفاقات بريتن وود أن البلوك المركزية قررت أنه تحاول تحارب ولا تكافح شيئين البطالة على أثر اللي حصلها في الثلاثينات والشيء الثاني التضخم وإحنا حين قاعد نواجه التضخم في ارتفاع وأخراً أنا سنتسأل سؤال إلى أين يأدي هذا هناك نحن نشوفه في مدرستين مدرسة واحدة يقول لك أن بداية السنة 24 سوف نرى الهبوط وفي مدرستان يقول لك لا أنت وقتها أن الارتفاع سوف يستمر فترة يقول لك أن يأخذنا فترة علشان يبتدي الهبوط مرة دانية في نقطة ننوح لها أن هذه اللي اليوم نشوفه من ناحية تحرك فسعر فائدة ما شفناه يعني من سنوات طويلة ويأتي على خلفية يعني ونتيجة للسياسات اللي خذتها الدول العالم بعد الجائحة بعد الجائحة أو يعني في وقت الجائحة قامت الدول باستخدام السياسة النقدية والمالية مجتمعتين في نفس الوقت لمحاربة الجائحة فأدى ذلك إلى زيادة كبيرة في السيولة أدى ذلك إلى يعني دعم للاقتصاد في وقت كان الاقتصاد يعني في وقت يعني كنا نقول في اللوكداون وهذه أدى إلى زيادة في الادخار عند كثير من المستهلكين وزاد عندهم قدرة شرائية فبعد عودة الأمور إلى طبيعتها ابتدت المؤسسات أو ابتدت المؤسسات تحصل على طلب كبير من المستهلكين في حين أن الآن ما كان عندك مثل ما نقول يعني رجع إلى طبيعته فأدى ذلك إلى التضخم تضخم وصل إلى أكثر من 9% في أمريكا هذه المعدلات معدلات كبيرة وعند البنوك الفدرالية أو البنوك المركزية عندهم المانديت أنهم يحاربون التضخم بشكل أساسي وتسعة في المئة هذا يعتبر شيء غير مقبول ويجب أن يسيطر عليه فأدى ذلك إلى زيادة في أسعار الفائدة ونسبة لفضل الكتور الكثير يشوف أن الفدرالي كان متأخر في وقته فأدى ذلك إلى رفع أسعار الفائدة في فترة بسيطة بشكل كبير جدا اليوم يتوقع أنه بعد يكون في تعديل أسعار فائدة يمكن واحد بعد يعني في خلال الأشهر القادمة ولكن بشكل عام في إجماع أنه وصلنا إلى قمة من ناحية الأسعار الأساسية التأثير على المنطقة هنا ضروري يعني اليوم يشوفون البنك الدولي أو بسمحها صندوق النقد الدولي يشوف أن السنتين إلى خمس سنوات القادمة بيكون عندنا أضعف معدلات نمو شفناها من بداية السعينات وذلك لأدد من الأسباب منها رقم واحد طبعا تضخم رقم اثنين عندك الأوضاع الجيوسياسية ورقم ثلاثة وهذه مهمة جدا التباطئ في نمو الاقتصاديات اللي كان العالم عول عليها مثل الصين ففي هذه الفترة القادمة توقع مثل في هذه السنة أن ينمو الاقتصاد العالمي بقرابة ثلاثة في المئة في الخليج يعني من ناحية ثانية ويعني هذا يمكن اللي ساعدنا أن أسعار النفط في هذه الفترة مرتفعة اللي شوية توازن من السياسة النقدية أساساً العمل المالي يمشي على الثمان الآن التعليم بعد البنكي يأتي التعليم التعليم كلها ثقة صح إذا انعدمت الثقة انعدمت مقاصدك أنت مستثمر أو شريك أو أي كان في النظام نفسه في السيستم كله صح الإشكالية تأتي للحين البنوك المركزية لم تحكم دورها يعني البنوك المركزية أنا عندي تكون أكثر أكثر رقابة على المؤسسة الآن إذا بيثافظ مثلاً لنريد أن نذكر عسابي بعض البنوك المركزية ما تمر عليك أنت كبير إلا كل ثلاث سنوات كل ثلاث سنوات هذه يعني زمن طويل وإذا في خلل يتراكم يتراكم وبالتالي ترفع ثمنه المشكلة أنه من الذي سيتفع الثمنه اقتصاق اقتصاق البلد نفسه يعني بالأخير نحن جزء من اقتصاق عام بالتالي يدفع الثمن الدول نراها لا تتدخل في العمل المصرفي وتعتبر التدخل يعني نوع من الشيء اللي يخرجهم عن مقاصدهم بالعكس أنا عندي أرى أنه لازم عيون الرقابة تكون مسلطة لأن الأموال البنوك ليست أموال المساهلين هما المودعين نعم فقط نعم لكن لديهم حسابات جارية والحسابات الجارية هي أكبر رقم في ميزانية كثير من البنوك والحسابات الجارية هي مجرد وديعة موضوعة أموال البنوك أموال البنوك الخبايا اللي هو مجبوعة من الجماعة اللي مارسوا العمل المصرفي وهي لابد أن يأتيهم سوف ينتبه الناس للعمر ويدخلون في العمل المصرفي بعمق اشتركوا في القناة